افتتح وزيراء الأشغال العامة والطرق المهندس سالم محمد الحريزي ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور محمد سعيد الزعوري ومعهم محافظ محافظة لحجة اللواء أحمد عبدالله التركي ورئيس مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيس بعدن المهندس معين الماس طريق الحبيلين الدائر الرابط بين مديريات لحجة بباقي محافظات الجمهورية وخلال التدشين كدى وزير الأشغال الحريزي أن الوزارة تعمل وفق خطة تنموية خاصة بمشاريع الطرق ويقوم صندوق صيانة الطرق والجسور بتمويلها مشيرا إلى أن الطرق سوف تسهم في تسريع عجلة الترمية في العديد من المحافظات لافتا إلى أن الوزارة ستعمل على تنفيذ العديد من المشاريع في مديريات يافع وبتمويل من صندوق صيانة الطرق من جانبه أثنى وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الزعوري على الجهود التي تقوم بها الوزارة في سبيل تنفيذ المشاريع وتأسيس لبنية تحتية جديدة لتحقق تدمية مستدامة بدوره شكر محافظ محافظة لحج اللواء أحمد تركي الجهود التي تقوم بها القيادة في تنفيذ الكثير من المشاريع في العديد من مناطق ومديريات المحافظة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر